لكن هرجع تاني للنقطة بتاعت النقطة الطبية تحديداً واستخدام التكنولوجيا في المجال الطبي هل وصلنا لمرحلة إن عمليات جراحية بالكامل هتتم عن طريق آلة هي اللي بتنفذها حالياً لا بس مستقبلاً هيحصل حالياً لا وهتكون بنفس الدقة العنصر البشري هقدر إن أنا أستغنى عنه مستقبلاً آه بنسبة 3% يعني أنا أقول لك إن مستقبلاً فكرة إن إحنا هنوصل للمية في المية للأسف أتحصل مستقبلاً وده مش كلامي ده كلام أبحاث موجودة وطبعاً زي ما قلنا فكرة إن الآلة مغزاة بكل ما يعني تحتمل الاحتمالات إن ممكن مثلاً مريد يكون عنده كذا مريد يكون عنده كذا ده هيبقى يعني مميز أكتر أو مثلاً مور أدفانسد أكتر من إن البني آدم يقوم بالعملية الجراحية في الوقت اللي هو المستقبلي ولكن في الوقت الراهن مازال الإنسان البشري والطبيب هو أكتر حكمة طب ده مستقبلاً في العمليات في التشخيص وصلنا لفين وممكن نوصل لفين هل بزراعة هذه الشريحة أقدر إن أنا شخص إن عندك دلوقتي كوليسترول دون ثلاثية ضغط دم هيحصل لك مشكلة لو ما وقفتش مش عارف إيه يعني ويبعث لك أقول لي تعالى نقول الدنيا حالياً اللي موجود دلوقتي لو حرك روحت لأي طبيب النهاردة هيقول لك أعملي تحليل أعملي إشعاعات أعملي 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 مثلاً فارفضاً الرانين المغناطيسي ده أو الإشعاع مثلاً تقع عن مخ المقطعية ما أنت بتدخل تتحطي في ديفايس يبدأ إن هو يسكان للدماغ بتاعك ده مبني على الـ IOT والـ IOP وابد نفس الكلام وبيديني إحصائيات وبيديني وأجهزة العنال مركزة كلها فأنا هنا من غير التكنولوجيا بقيت صفر ما عنديش تشخيص هايشتوريني الشريحة بتعمل الكلام ده؟ طبعاً لا لا معاولة ما هتعمل ده؟ بتعمل رانين وبتعمل تحليل هتقدر بتديك كل حاجة عن الجسم ما هقولك ليه؟ هقولك ليه حالياً دلوقتي أنت مسؤول عن كل أولاً العصاب الدم المعدلات الداخلية في الجسم كل حاجة ممكن تكون المعادة أنت محتاج إيه تاني ما أنت معاك كل تفاصيل الجسم فأعتقد أن هي تقريباً ممكن نقول زرعتها بس طبعاً إحنا بنأكد تاني أن حالياً فكرة اعتمادنا على أن يبقى فيه الشريحة أو حاجة يظل خطورة كبيرة جداً نظراً طبعاً لأن لسه في تجارب بتتم على القصص دي ثانياً وده الأهم فكرة تأمين الكونيكشنز اللي بتبقى موجودة ما بين الشباية الموجودة في المخوي المسؤول عن استقبال الكلام ده كله ده مهمة جداً لأن فكرة أنه ممكن يحصل عليها هاكينج ريل تايم يعني باختصار أن أنا الوقت الفعلي الكراءات بتاعة الجسم بتاعي عند حد مثلاً وليكن حركة عملت هاك مثلاً على الشريحة عندي خطر جداً لأنه ممكن يتم تلاعب بيها ممكن يتم ضبط بعض الأوامر الخطيئة عليها قصة طبعاً ربنا يعافينا منها لكن الجزء الموضيء اللي احنا بنمرسه طبعاً هو ربط البيانات وقادة البيانات وعلى فكرة أنا مع تقدمها أنا مع فكرة في المجال الطبي بالضبط لأنها تنكز نسكي جداً أنا مع تقدم التكنولوجيا لكن طبعاً وفقاً لبروتوكولات صحيح